موسيقى كشفت صحيفة موندو دو بارتيفول اسبانية عن موعد عودة الدولي الارجنتيني ليونال ماسي مهاجم بارشلونة الى قائمة منتخب بلاده موسي يغيب عن منتخب الارجنتين منذ مونديال روسيا 2018 بعد الخروج من دور 16 امام فرنسا الذي توجه في النهاية باللقاب واكدت الصحيفة الاسبانية ان ليونال سيظهر في قائمة المنتخب الارجنتيني مارس المقبل وتحديدا يوم الخامس والعشرين من ذلك الشهر في مواجهة فانزويل الودية استعدادا لكوبا امريكا التي ستقام في البرازيل وستلعب المباراة على ملعب واندا ميترو باوليتانو الخاص بفريق اتلاتيكو مادريد مما لن يجعل ليو يسافر الارجنتين وسينتظر بعثة المنتخب في اسبانيا ولن يبتعد كثيرا عن بارشلونة يذكر ان اخر مباراة خاضها منتخب الارجنتين على هذا الملعب خسيرها التانجو بسداسية مقابل هدف امام اسبانيا تواصل الاندية الانجليزية سعيها للظفر بخدمة المهاجم الاسباني مونير الحدادي لعبي بارشلونة خلال الفترة المقبلة وانضم وولفور هامتون للصراع على ضم اللعب بعدما ابلغ الاخير دارة بارشلونة برفضه التجديد بسبب الاختلاف على الامور المالية واشارت صحيفة صن البريطانية الى ان وولفور هامتون يملك في صفوفه ادام تراوري والذي زمل الحداد في صفوف شباب بارشلونة وقادم عن الفريق للتتويج باول لقب دوريا للشباب في تاريخ النادي ويشتعل الصراع على الحداد مؤخرا في ظل اهتمام عدة اندية انجليزية بخدماته مثل ويست هام وكريستل بلاس والساوث هامتون بجانب عروض اخرى في اسبانيا افادت تقارير صحفية عن اقتراب المهاجم الكروتي ماريو مانزو كيتش من تجديد عقده مع يوفنتوس الايطالي حتى يونيو الفين واثنين وعشرين صحيفة كوريري ديلا سبورت الايطالية اكدت بان اللعب الكروتي بعدما اعلن اعتزاله الدولي قرر الاستمرار في يوفنتوس حتى انتهاء مسيرته الكروية صاحب اثنين وثلاثين عاما انضم ليوفنتوس في الفين وخمسة عشر وجدد عقده منذ موسمين حتى الفين وعشرين والان على استعداد للبقاء داخل جدران سيدة العجوز حتى الفين واثنين وعشرين هذا الموسم مانزو كيتش يقدم مستويات ممتازة بجانب كريستيانو رونالدو بعدما سجل تسعة اهداف ومرر اربعة مريرات حاسمة في واحد وعشرين مباراة بجميع المنافسات مانزو كيتش في الفين وخمسة عشر انضم من اتلاتيكو مادريد مقابل واحد وعشرين مليون يورو ورفض الانتقال لبارشلونة في الفين وستة عشر رفض المسؤولون في نادي يوفنتوس الايطالي جراء صفقة تبادلية مع نظرائهم في ارسنال الانجليزي يقومون بمجابها بالاستغناء عن مهدي بن عطية لصالح الجانارز مقابل الحصول على الولزي ارون رامزي بحسب تقارير صحفية ايطالية وترددت انباء قوية مفادها ان رامزي قد وافق بالفعل على شروط انتقاله الى السيدة العجوز في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر بمجرد انتهاء عقده مع الفريق اللندني وابدى لبيان كونير اهتماما كبيرا بالحصول على خدمات رامزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لكن الاسباني اوناي امري المدير الفني لارسنال لا يرغب في خسارة لعبه قبل انتهاء عقده بستة شهور ووفقا لما اورده موقع توتو ميركاتوي بالايطالي كان ارسنال سيترك رامزي يرحل اذا ما تضمنت صفقة انتقاله الى لبيان كونيري ضم لعبه مهدي بن عطية مقابل ذلك ويحق لارور رامزي التوقيع لاي ناد دون الرجوع لناديه الحالي ارسنال بدءا من شهر يناير 2019 وفقا لقانون بوسمان للعبين حيث ينتهي عقد اللعب مع النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي من الدوري الانجليزي الممتاز البريمر ليج وبالتالي يمكنه التوقيع لاي ناد قبل نهاية عقده بستة اشهر ودع جماهير تشلسي نجمها الاسباني سيسك فابريغس في مبارته الاخيرة مع البلوز امام نوتينغ هام فورست ضمن منافسة الدور الثالث من بطولة كاس الاتحاد الانجليزي وتشير بعض التقارير الصحفية الانجليزية الى ان فابريغس سينتقل الى مناكو الفرنسي بعد هذا اللقاء بعقد مدته ثلاثة مواسم مقابل عشرة ملايين يورو وهتفت الجمهير لفابريغس ووجهت له رسائل الدعم قبل بداية اللقاء في المقابل رد لهم اللعب صاحب الحادية والثلاثين عاما التحية ولعب فابريغس مئة وثمانية وتسعين مباراة طوال مسيرته مع الناد اللندني سجل خلالها اثنين وعشرين هدفا وصنع سبعة وخمسين علما بانه لعب مباراته الخمسمائة في مختلف المسابقات الانجليزية خلال المباراة الماضية امام الساوث هامتون في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز وتوجه فابريغس مع الفريق اللندني باربع بطولات وهي الدوري الانجليزي مرتين ومرة كاس الاتحاد الانجليزي ومثلها كاس الرابطة الانجليزية للاندية المحترفة يتواجد السينيجالي كاليدو كوليبالي مدفع فريق نابول الايطالي في مدينة دبي وذلك قبل ايام من سفر فريق منشستر يونايتد للامارات حيث يقيم معسكرا تدريبيا وبحسب صحيفة ديليكس بريس البريطانية فان كوليبالي سفر لدبي لقضاء اجازة قصيرة في ظل تقارير عديدة تربطه بالانتقال الى اليونايتد خلال الميركات الصيفي المقبل وسافرت بعثة منشستر يونايتد في الساعات الماضية الى دبي لاقامة معسكر لمدة اربعة ايام تحضيرا لمواجهة توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية والعشرين للدوري الانجليزي الممتاز يوم الاحدى الثالث عشر من يناير الحالي وسافر وفد من يونايتد الى مدينة ليفربول لمتابعة كوليبالي خلال لقاء فريق الجنوب الايطالي مع الرادز في ختام دور المجموعات لدور ابطال اوروبا في ديسمبر الماضي وشارك كوليبالي مع نابولي هذا الموسم في اربعة وعشرين مباراة بمختلف المسابقات لم يسجل خلالها اي هداف ولكنه صنع هدفين يذكر ان تألق كوليبالي مع نابولي في اخر موسمين جعله يجذب انظار العديد من الاندية الاوروبية وابرزها اليونايتد وشيلسي وباريس سان جرمان اعلن نادي اسطنبول باشاك شهير متصدر الدوري التركي عن التعاقد مع البرازيلي المخضرم روبينيو لعبيريا المدريد وميلان السابق وقال النادي التركي في بيان الرسمي ان روبينيو وقع على عقد مع باشاك شهير بعد التواصل الى اتفاق مع ناديه السابق سيفاس بور وقال روبينيو في تصريحات ابرزها الموقع الرسمي للنادي انه يستهدف تحقيق البطولات وطموحات وامال الجماهير مشيرا الى انه يريد ان يصبح بطلا مع الفريق ويضم باشاك شهير عددا من النجوم مثل التركي اردا توران المعاري من برشلونا والمهاجم التوغولي مانويل ادي بايور نجميريا المدريد وارسنال السابق يذكر ان روبينيو انضم الى سيفاس بور قادما من اتلاتيكو منيرو البرازيلي واخذ معه 16 مباراة سجل خلالها ثمانية اهداف وقدمها تمريرتين حاسمتين رد الفرنسي فرانك ريبيري لعب وسط بايورين ميونيخ على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب تناوله قطعة من اللحم المغلف بورق الذهب على يد الطهي التركي الشهير نصرة غوكشا الملقب بسالت باي وتعرض اللعب المخضرم البالغ عمره 35 عاما لانتقادات بسبب البذخ الذي اتبعه خلال حضوره الى مطعم نصرة في دبي خلال اجازة يقضيها في المدينة الاماراتية بعد توقف البوندزليغا بسبب العطلة الشدوية وانتشر فيديو لريبيري وهو يجلس امام الطبخ التركي وهو يقوم بتقطيع قطعة اللحم المغلفة بورق الذهب قبل ان يفسح المجال امام اللعب لرش الملح عليها وهي الحركة التي عرف بها الطه الشهير عبر مواقع التواصل ورد ريبيري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على منتقده بقوة وسبهم وارجع الفضل لما يملكه من ثروة الى الله وجهده وقال انا لا ادين لكم بشيء نجاحي قبل اي شيء اخر هو بفضل الله بالنسبة الي ولأقربائي والذين امنوا بي اما بالنسبة الى الاخرين انتم لستم سوى حصى في جواربي عزيزي متابع قناة عرب جول ما رأيك بقصة ريبيري مع اللحم الذهبي شاركنا برأيك شكرا للمشاهدة